عاد رئيس الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن وكان أول مصافحيه ضابطا سعوديا ما تقوله الصورة هنا أن عدن هي معقل للقوات السعودية وأن حالة السلام المؤقتة مرهونة بوجودها إنها حرب هادئة كما قيل مغلفة بالابتسامات العائدون إلى عدن برفقة رئيس الوزراء هم وزراء المالية وزير الكهرباء وزير الأوقاف التعليم العالي الاتصالات والإدارة المحلية ستة وزراء من حكومة الدكتور معين الآمال التي يعلقها البعض بعودة رئيس الحكومة من أجل سرعة حل القضايا العالقة وتحسين الخدمات والأهم من ذلك إنهاء فصل من العبث بأمن عدن وأبنائها لكن هذه الآمال لم تستطع منع التساؤلات عن إمكانية عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية فيما أكثر من نصف الوزراء لا يزالون ممنوعين من دخول عدن وزير التربية والتعليم عبدالله سالم لملس يكتب مغردا على حسابه في فيسبوك منعون اليوم من العودة إلى الوطن تغريدة لملس تشير إلى أن قرار منع الحكومة لا يزال ساري وأن ما حدث تحت لافتة اتفاق الرياض هو مجرد امتصاص للصدمة خصوصا أن عدن لا تزال فعليا تحت سيطرة الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات وزير النقل كان قد أطلق تحذيرات نارية من عودة رئيس الوزراء المشروطة تحت حماية قوات سعودية في ظل غياب سلطة الدولة سمعت أن الأخ رئيس الوزراء متحمس للعودة لكن سيعود تحت علم غير علم البلد سيعود بحماية قوة غير قوة الدولة سيكون شريك في الانقلاب صراحة إذا عاج بهذه الصفة سيكون شريك في الانقلاب وهذا الأمر لا يليق به التاريخ لا يرحم العودة المتأخرة عن موعدها بخمسة أيام بحسب الجدول الزمني لاتفاق الرياض تلقي بظلالها على بقية بنود الاتفاق خصوصا فيما يتعلق بتعين محافظ بعد 15 يوما من التوقيع والذي قد يكون نقطة خلاف كبيرة ستؤدي لعرقلة سير اتفاق الرياض اشتركوا في القناة